السلام عليكم. طلب الطلبات. صف الثاني العدادين. كامل مع بعض حل ملحق كتاب جيم صفحة مية وحداشر. واللي بيبدأ معي بي اتزام سكس متحان السادس. سؤال اولا عندي طبعا سؤال لسن سؤال نصر السماع. زي ما تعلمنا شباب السؤال ده قطعة بتتقري علي. ومن خلال اللي انا سمعته ببدأ حل. اهم حاجة في السؤال ده ايه? اهم حاجة ان انا ارى الاسئلة كويس جدا. اول ما اخد وراءة الاسئلة. علشان لما اسمع القطع بمطاقة على جبات. طبعا يا شباب السؤال ده محلول في اخر الكتاب علشان كده بنعديه. وندخل بعد كده على السؤال التاني في المتحان اللي وسؤال ده سؤال المحادسة. خلي بالك لازم تطرر المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحل. المحادسة بتاعتنا بتقول يعني رامي بيتشارك الروتين اليوم بتاعه مع زميله رجاب. فرامي بيقول له يا شباب هاي وبدأ يسأله كيف حالك? راجب طبعا بيرد عليه بيقول له يعني عندي مشكلة في الروتين بتاعي. ويقول له يعني عايزة تشارك بقى الموضوع معك. فهنا رامي بيسأل. بيقول له طبعا yes of course بالطبع اقدر اعمل ده معك. what do you want to know? انت عايزة تعرف ايه. وبدأ اه بعد كده راجب يسأله شوية اسئلة الشباب بيقول له when do you get up? يقول له يعني امتى انت بتصحى او بتستيقظ يعني. فطبعا ده الشباب سؤال اقدر راجب عليه بقول له I get up at. طبعا بصوا في المحادسة كلها. مش هتلاقي معاد معاد محدد هو قاله. فقدر هنا اقول اي معاد من عندي يقول له 7 am. بعد كده راجب سأل سؤال كان اجابته I have my breakfast at 7 am. تخلي بالك ده وقت. طبعا ما وقت يا شباب بس اهلوقت بwhen. يقول له متى يعني? when do you have breakfast? يقول له امتى بتتناول افطار بتاعك? اهلو الساعة سبعة الصبح. راجب بعد كده بيسأل سؤال كان اجابته برضو I go to school at 8 am. يسألوا عن حاجة. طبعا ات اي ات اي ام ده شباب دي وقت برده. طبعا ما وقت يا مستر باسأل بحاجة تاني. يما اسأل بwhen? يما what time? عادي جدا. ممكن اقول له when do you go to school? وقدر برضو قل له what time do you go to school? طبعا بعد كده بيبدأ يا شباب يقول له I go to school at 8 am. وبعد كده بعد كده بيبدأ راجب يشكره. وبيقول له كلمة thanks او ممكن اقول له thank you. وبعد كده اي يا شباب? it will help me a lot. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. عندنا سؤال مهم جدا يا شباب. السؤال الثالث في المتحان هو سؤال القطعة. بيجيب لي قطعة صغيرة بقرارها على مهلي وترجمها. اهم حاجة في السؤال ده نتغرق قطعة على مهلك وترجمها. وهنا هساب لك الفيديو دقيقة تغرق قطعة وترجمها ولو حاجة وقفت معك تباري في التعليقات. سؤال الاول على القطعة يا شباب يقول لي what's the project about? يعني هنا بيسأل عن المشروع اللي القطعة بتتكلم عنه. ايه بقى القطعة. يعني بعد مقرص السؤال ارجع اقرى قطعتاني وتأكد من اجابتي. هنا بيقول لي how often is the rubbish collected? بيسأل بقى على عدد المرات اللي القمامة جمعت فيها. فقدر اقول له شباب ان هما كانوا بيبنعوه كل اسبوع. فقولوا is collected every week. سؤال بقى بيقول لي how can students help the environment? ازاي بقى الطلاب دول قدروا ان هما يساعدوا البيئة. بيساعد البيئة ازاي يا شباب ان هما كانوا بيعملوا اعادة تدوير للقمامة. فقولوا they can recycle some rubbish. بعد كده بيجيب لي تلات اسئلة choose على القطع برضو. الاسئلة دي بحلام القطع. السؤال اول. must of the rubbish is made of. يعني هنا شباب بيقول لي يعني معظم القمامة دي صنعت من ايه? كان بتصنع من ايه? عندي في القطع اجيب لي هنا ان هي مصنوعة من آآ البيبر والبلاستيك. فهنا اقول له A or P. اللي هي الاختيارة خمسية. A or P. السؤال اللي بعد. بيقول لي students think to not a lot of the rubbish. طبعا يا شباب هما كان بيعملوا اعادة تدوير للقمامة دي. فهنا اقول له كلمة recycle. السؤال اللي بعد بيقول لي. نقط rooms of the school have rubbish ban. هنا عايز اقول لك يعني كل الفصول اللي كانت فيه المدرسة كان فيها ban اللي هي سلة القمامة. يبقى هنا كلمة كل يا شباب اللي هي كلمة all. يبقى هنا اقول له all rooms. بعد كده عندي سؤال choose عشر نقطة يا شباب بيكون عليهم عشر درجات. سؤال ده مهم جدا. السؤال الاول عندي بيقول لي. يعني هنا شباب حديقة مليئة بالظهور والورود. يبقى اول اشجار طبقا دي يا شباب حديقة جميلة جدا او جذابة. اللي هي كلمة جميلة اللي هي كلمة attractive. السؤال اللي بعد بيقول لي هنا you must buy you're not before you enter the theater. سؤال مهم برضو انت لازم بتشتري ايه قبل ما تدخل اللي هو المسرح. طبعا شباب عشان ندخل مسرحة ونسمها مسرحية بنشتري التساكر. كلمة تذكرة اللي هي كلمة ticket. يبقى هنا عايز اقول له كلمة يا شباب كلمة ticket. السؤال اللي بعد بيقول لي a not is a person يعني شخص who works in a house. الشخص اللي بيعمل فيه houses البيوت. طبعا الشخص اللي بيعمل فيه البيوت الشباب اللي هو الخادم اللي هي كلمة خادم او خادمة يعني servant. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها عندي بيقول a kind person is someone who not ايز اقول لك يعني kind person is someone هو شخص هو نوع ايز اقول لك اللي بيتصرف بشكل كويس. kind person الشخص الطيب والعطوف كويس ده شباب هو الشخص اللي بيتصرف كويسا اللي هو كلمة behaves. يعني يتصرف جيدا. سؤال اللي بعد بيقول لي I visited الاحمدي in Tanta and not in it. طبعا مسجد ده شباب كلمة مسجد يبقى هم اكيد صلوا فيه. وارجع لزمن الجملة هنا الكلمة الاولى دي يا شباب زمن فيه الماضي البسيط. يبقى هيجيب لكلمة pray وهي الطالف الماضي. فهنا تبقى كلمة and prayed. prayed اللي هما صلوا يعني in it. السؤال اللي بعد بيقول لي my father always tells me that not is important. يعني والدي دايما بيخبرني ان عايز يقول طبعا التعليم بيكون شيء مهم جدا. كلمة تعلم يا شباب او التعليم اللي هي كلمة education. السؤال اللي بعد بيقول لي to rest the sea must not not places they visit. يعني بيقول لك لازم بقى ان السياح يا شباب هنا يقول لك ما يتلفوش يعني لا يتلفوا او لا يدمروا الاماكن اللي بيزوروها. كلمة يتلف او يدمر اللي هي كلمة damage. سؤال اللي بعد بقول لي علي spoke to his friend. علي بيكلم صاحبه او كلم صاحبه نوات was surprised to see him. ياواي هنا يا شباب عايز هنا اه ضمقر الوصلة عندي علي دا شخص عاقل. طالما شخص عاقل يا شباب بيستخدم اه ضمير وصل عندي اللي هو كلمة هو. يبقى طالما عندي علي دا عاقل يبقى استخدم معي يا شباب بروفو عليكو هو تستخدم مع الاشخاص او الاشياء اللي هي العاقل. فهنا اقول له علي spoke to his friend. هو يعني علي كلم صاحبه اللي was surprised to see him. يبقى كلمة هو. سؤال اللي بعد بقول لي not didn't you come to school yesterday. برضو هنا هي بستر عايز يسأل عن حاجة بيقول لي didn't you come to school yesterday. اكيد هنا بيقول له يعني ليه ما جدش المدرسة مبارح. كلمة لماذا يا شباب اللي هي كلمة واي. فالاجابة هنا هتكون number b. اللي هي why didn't you come to school yesterday. سؤال اللي بعد بقول لي I was doing my homework and my mother and father not at work. هنا مستر عبصة عندي بقول لي I was doing my homework and my mother and father. خلي بالك في ماذر and father لجامعة مستر واستخدم هنا في زمن الماضي لاني جاب لي اه في النص الحقيق فهنا اقول له شباب كلمة where? سؤال اللي بعد وعندي سؤال مهم جدا عليه اربع درجات كلهم على القواعد. سؤال اللي بقول لي they. وجلب لي نوعات tv every day. خلي بقال لك every day مبارحة بسيط. طبعوا مبارحة بسيط يا مستر ما بنفيش ب not. مبارحة بسيط ب don't or doesn't. ابصت على الفعال على ايه they. جام. الجامعة يا شباب ما فيه ب don't. وبرضه احط الفعال في المصدر زي ما هو الدهولي فاقول له don't watch. يعني هما لم يشاهدوا. سؤال اللي بعد اقول لي in ancient Egypt في مصر القديمة. poor children not. جيب لي كلمة not to use to. go to school. خلي بقال لك use to يا شباب اللي ها قاعدة منهمة جدا. مبتتنفيش اللي بكلمة واحدة اللي هي كلمة didn't. فعشي ان في use to not. فانا اقول له didn't. والشرط بتاحها اني بيجي وراها use to زي ما هي كده في المصدر. فاقول له didn't use to. سؤال اللي بعده بقول لي هنا fruits الفواكه and vegetables. والخضرات are not. جيب لي كلمة good fully for you than. خلي بقال لك بقى ان عندي كلمة زان يبقى مقارنة. بيقارن بين فواكه الخضرات والحلويات. المقارنة يا شباب ما استخدمش بها الصفة اللي هي good. لكن هستخدم صفة المقارنة منها اللي هي كلمة bitter. وانا دي صفة مقارنة شهزة كده يا شباب بقول له bitter زان. يبقى طالما عندي زان ما ينفعش استخدم good زي ما هي. استخدم bitter او اي صفة اخرى er لو تمفع. السؤال اللي بعده you not shout I can hear you. بقول له يعني انت مش مضطر ابدا انك تزعى انا قادر ان انا اسمعك. دي بقى انا بقول له يا شباب كلمة مضطر انا لا هي have to. بل فيها بايها مستر? ما مفعش بnot. بل فيها بايه? ابصة على الفاعل. فاعل عندي you. جامع. فانا اقول له don't have. اكتبها زي ما هي كده. to shout I can hear you. انا عادر اسمعك. يبقى لازم اكتبع لبعضها كده don't have to.